موسيقى أن نرى هذا التجمع المبارك في حق وقمنا الغالي في حق دولتنا العزيزة على قلبنا موسيقى موسيقى نحب هنأ شعب الإماراتي فرداً فرداً وشيوخها وحكامها نشكر الشيوخ ونهنأ كل مواطن باليوم الوطني 48 كل عام بدولتي بخير وحكامها وشعبها أنا أشكر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان النهيان لمناسبة العيد الوطني 48 كل عام وحكومتنا وشعب الإمارات بألف خير وبو سلطان سنين عساها مديدات خليفة زايد لأحام الحمية كل عام بدولتي بخير وحكامها وشعبها بألف خير وعافية ونقول العيد 48 هو عيد كل إماراتي وكل مقيم على أرض الوطن ونقول عام التسامح وعيدنا عيدين وهالسنة حققنا إنجازات اعتزنا فيها أن نكون رقم واحد بسم الله الرحمن الرحيم أرفع أسماء آيات التهاني والتبركات لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا بمناسبة العيد الوطني 48 سائلة المولة تعالى أن يدوم الأمن والأمان والاستقرار والتسامح في عام التسامح على هذه البلاد وشعبها وتمتم سالمين معكم أخوكم عيسى الجديدي في البداية نرفع أسماء آيات التهاني والتبركات إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظ الله ورعاه وإلى نائب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وإلى ولي عهد أبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة اليوم الوطني 48 على دولة الإمارات العربية والمتحدة وكل عام وحكومتنا وشعب الإمارات بألف خير وبو سلطان سنين عساه هامديدات خليفة زايد لي أحامل حمية ولي أقاد المسيرة بكل الثبات والضباب خير للشعب والعطية وله ولا ناو سمع وطاعات وله أرواحنا تحت أمره فداوية سلامتكم أرفع ولاي وانتمائي إلى صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظ الله وإلى حكام الإمارات وولياء العهد وولياء العهد المخلصين وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة بقول السلام عليكم وبحبي هالمناسبة السعيدة أني هنق الشعب الإماراتي وهنق نفسي بما أني أنا وافدة وعايشة بهيد البلد بس يا ربي الله يديم الأمن والأمين على هيد البلد هي بتكون بلدي التاني وبهني كل الشيخ الإمارات فردا 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 وبقول لهم يا رب يا رب يا رب الله يديم عليكم الصحة والعافية ونحن بنفتخر فيكم يمكن مثل شعبكم وبتمنى ببلايدي يصير نفس اللي عنكم يا رب الله يحفظكم وديم الأمن والأمن عليكم يسعد الله مساءكم في كل خير طبعا الإمارات هي بلدنا بعد بلدنا لبنان الأول نحن كوافدين نشكر كل مواطن وكل وافد بهالبلد لأنه تعاون الناس والأفراد هو اللي أدى لنجاح هالدولة ونشكر الشوخ ونهن كل مواطن باليوم الوطني 48 وشكرا السلام عليكم أحب أعرفكم عن نفسي طالبة ريناد عبد الناصر عبد 4 كهبام من الصف الخامس مدرسة الرؤية الخاصة أحب ألقي كلمة شكر لدولة الإمارات بسبب كل شي قدمتها لنا أنا أشكر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان النهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم رعاهم الله أحب ألقي كلمة شكر لأنهم دعمونا في جميع مجالات حياتنا في أكثر من مجال ألقي كلمة شكر والسلام عليكم اشتركوا في القناة يقول يا الله يا منش السماوات يا فرد نشكر ونحفظ نعمتك ونحمدها ترحم شيوخ نوحدوها على الود لين أصبح الشعب مغانير غدا في واحد وسبعين والكل يشهد والكل يسعى نجل يرفع بلدها تجمعت لا راي على راي لوحد راي الزعيم اللي على اليود مدها وتباشرت سبع الإمارات والسعد كل العرب لي للعروبة سلدها زايد وإذا ما قيل زايد تورد معنا القصيد فأحطيبه وبدها من بعد زايد شبل زايد تسيد ووفى بعهدها للشعب واعتمدها سيرت حكيم العرب زايد ومهد للمجد طرق للمعالي صعدها أعني خليفة لخلف زايد المجد القائد الأعلى يعلي عمدها وشيوخنا في وقتنا ذخر نوسد يلا تحفظهم وتحفظ عهدها وتعزنا بمجادنا وانتها المجد وتعز دولتنا وكل اللي وفدها هذه مارات المحبة على العهد أرض الجميع ونعمة اللي حمدها اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا المكان في 2011 سنة 2011 اجتمعت من الإمارات السبعة وثيقة الولاء والانتماء مع مسؤولين في تلك الفترة كانت تسمى بدائرة الهجرة والجنسية واليوم أصبحت الهيئة العاملة الهوية والجنسية هذه القفز وهذا التطور وهذه الليلة المباركة اللي ترجع بعدما لفتها في جالة الوثيقة على أرض الإمارات في كل أو أغلب الدوار اللي هتابع للهوية والجنسية فخر أن نرى هذا التجمع المبارك في حق وطمنا الغالي في حق دولتنا العزيزة على قلبنا اليوم نشوف خطوات الكبيرة اللي هي تنجزها دولة الإمارات بسواعد أبنائها وبناتها أبنائها وبناتها في هذه الدولة جنبا إلى جنب متكاتفين متلاحمين يبسرون القلوب بتواضحهم بشجاعتهم بتسامحهم بحبهم بولاهم بانتماؤهم بجهدهم بعملهم شجاعتهم اللي العالم يعتز ويفتخر العالم أجمع يعتز ويفتخر بهؤلاء الشباب الشجعان اللي ذهبوا للحق ولأجل الحق ووقفوا بجانب الحق وأتوا بفضل الله وقدرته وبفضل هذه الشجاعة اللي أخذوها من قيادتنا ومن تربية هذه الأرض وتربية المؤسسين وولاة الأمر اللي زرعوها فينا الشجاعة والتسامح هناك فرض كبير بين أن تكون شجاعا وأن تكون شجاعا ومتسامحا هذه الميزة الفطرة التي نتميز بها نحن أبناء وبنات الإمارات كم هي راقية بنت الإمارات كم هي راقية بنت الإمارات لما تكون في صف واحد معا رجل الإماراتي جنباً إلى جنباً كم هي راقية بنت الإمارات لما تربح اسم الإمارات في محافل الدول العظمى والدول العالم أجمع كم هو راقي ابن الإمارات بشجاعة وتسامحة فعلا نحن ننعم بخيرات هذه البلد ننعم بحكام متواضعين أسروا قلوبنا بعطاهم وحبهم لنا أسروا فكرنا وجعلوا اليوم الكل يبادر ويجتمع في حب هذه القيادة وحب دولة الإمارات فنبارك لأنفسنا ونبارك لكم أجمعين ونبارك لقيادتنا على هذا الحب وهذا التكاتب وهذا العطاء وشكرا لكم على دعوة الوثيقة والوثيقة ما هي إلا عطاء منكم أنتوا بكلمات وعبارات أنتوا تعبروها في حبكم وولاكم لهذه الدولة والشيوخة والحكامة حفظ الله الإمارات وحفظ الله الشيخ خليفة والله يقوله بعمر الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد وجليل فتام والشعب الإمارات وشكرا موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى موسيقى